فضيلة الشيخ هل البركة أن نكتفي بالقليل أم هي الكثرة أم هما معا أحد معاني البركة الثبات واللزوم قال المفتي أحمد يارخان النعيمي رحمه الله تعالى في هذا الخصوص معنى البركة الخير ودوامه بحيث لا يزول ثم أضاف عليه قائلا بين البركة والكثرة فضق شاسع البركة ألا ينتهي الشيء ولا نفعه ولو كان قليلا الكثرة تحصل للكفار أيضا بينما البركة لا يكرم بها إلا البعض فلو قلت بأن فلانا يملك مالا كثيرا وهو لا يصلي فلا يعني إن في ماله بركة هذه ليست بركة وإنما هي كثرة والكثرة تعطى للكفار بل حتى للناس الذين يسبون الله فقد يملكون مالا كثيرا وهذه ليست بركة البركة شيء آخر كما ذكرت لكم آنفا رزقنا الله تعالى وإياكم البركة فضيلة الشيخ هل يمكن أن نقول في كل بركة كثرة وليس كل كثرة بركة ويراد منه زيادة الخير فالزيادة في المال ليست فضيلة كون الشخص غنيا لا يعني أنه صاحب فضل على الإطلاق بل يحاسب المرء حتى على المال الحلال يوم القيامة وقد يفشل في الحساب والمرء يحاسب على المال الحلال وليس الحرام في المال الحرام عذاب كثرة المال ليست دليلا على فضل الله تعالى وكرمه فما يقول النهس عادة عندنا أن الله تعالى قد أكرمني بالمال برقمته وفضله فكون الشخص غنيا بالمال الحلال في عصرنا لا نستطيع أن نحكم عليه والله أعلم فقد يكون غنيا بكسب المال الحلال ولكنه صعب جدا في عصرنا هذا جمع المال الكثير دون كذب ورشوة ودون مساعدة الغشاشين صعب للغاية رزقنا الله تعالى مالا على قدر لا نحتاج فيه لأحد سواه اللهم رزق العبد الضعيف كنوز محبتك بدلا من كثرة المال صلوا على الحبيب صلى الله على محمد